بالتالي أنا ربما سجني وخلفياتها وتدعيتها تختلف على كثير من الإطارات لأن الأمر كله يتعلق بمحاولة في هذا الوقت لإخفاء فضيحة الكوكايين في وهران وكانت تكلمت عليها الصحافة إلى آخرين فجعلوا مني كبش فيداء في هذه القضية لتمسيها طيب والقضية معروفة إذا كنت سمحت لسيد باشير الفريك معروفة للرأي العام لأن الصحافة تناولتها كثيرا قبل قليل قلت لي باشير الفريك ليس الوالي الوحيد في الجزائر أو الإطار الوحيد في الجزائر الذي سجن